صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه إلحاق للبيان المعلن بتاريخ 29 من شهر رمضان مبارك لعام 1437 عن اشتباه رجال الأمن في أحد الأشخاص أثناء توجهه إلى المسجد النبوي الشريف عبر أرض فضاء تستخدم كمواقف لسيارات الزوار وقيامه عند اعتراضهم له بتفجير نفسه بحزام ناسف كان يرتديه مما نتج عنه استشهاد كل منه الجندي محمد بن معتاد هلال المولد والجندي هاني بن سالم الصبحي والجندي عبد المجيد بن عبد الله عودة الحربي والجندي عبد الرحمن بن ناجي بن سليم الجهني تغمدهم الله بواسع رحمته وتقبلهم في الشهداء فقد أسفرت التحقيقات في هذا العمل الآثم وفي الحادث الإرهابية الذي وقع في اليوم نفسه بالقرب من أحد المساجد المجاورة لسوق مياس في محافظة القطيف عن النتائج الآتية أولا اتضح من إجراءات التثبت من هوية منفذ الجريمة الإرهابية عند المسجد النبوي بأنه نائر مسلم حمد أنجيدي البلوي سعودي ويبلغ من العمر 26 عاما ولديه سابقة تعاطي مخدرات ثانيا اتضح من إجراءات التثبت من هوية منفذية التفجير الإرهابي بمحافظة القطيف بأنهم كل من عبد الرحمن صالح محمد العمر ويبلغ من العمر 23 عاما من من سبق إيقافهم عام 1435 لمشاركته في تجمعات غوغائية تنادي بإطلاق سراح الموقفين في قضايا إرهابية ثانيا إبراهيم صالح محمد العمر يبلغ من العمر 20 عاما ثالثا عبد الكريم إبراهيم محمد الحسني يبلغ من العمر 20 عاما وجميعهم لم يستخرجوا بطاقات الهوية الوطنية ثالثا بفحص العينات المرفوعة من مخلفات الانفجارين تبين وجود أثار مادة النيترو الجسرين المتفجرة وهي مماثلة للمادة التي ضبطت أثارها بحادث الانفجار بمواقف السيارات ومستشفى سليمان فقيب جدة ولتزال جهة المختصة تستكمل الفحوص ذات العلاقة بذلك رابعا جرى على خلفية الجرائم الإرهابية التي وقعت بالمدينة المنورة ومحافظتي جدة والقطيف القبض على 19 متهما ممن توفرت أدلة وقراء على علاقتهم بها منهم 7 سعوديين و12 من الجنسية الباكستانية ولتزال الجهات الأمنية تباشر مهامها في التحقيق بتلك الجرائم وسيصدر بيانا الحقي بالمستجدات والله ولي التوفيق